بتوقيعه الاتفاق خطياً أمام دول العالم أجمع فإن لبنان قد اعترف بإسرائيل هكذا تحدث رئيس الوزراء الصهيوني يائر لابيد بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية الرئيس اللبناني ميشيل عون من جانبه قال إن الاتفاق ليس له أبعاد سياسية في حين قال حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبنانية إن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل لا أساس له وإن المفاوضات كانت غير مباشرة والوفدان اللبناني والإسرائيلي لم يلتقي تحت سقف واحد بحسب قوله التراشق بالتصريحات بين الجانبين لم يخف ما تضمنه إنجاز الاتفاق من دلالات واضحة على بدء مرحلة جديدة في العلاقة بين الكيان الصهيوني والقوى التي كانت تدرج نفسها ضمن محور المقاومة للمشروع الصهيوني فبحسب محللين فإن الاتفاق إلى جانب منافعه الاقتصادية لإسرائيل فهو يمثل تأميناً للكيان المحتل في استثمار حقول الغاز في البحر المتوسط إذ أن حزب الله المشارك في الحكومة اللبنانية والمساهم في إنجاز الاتفاق سيحرص على عدم خرقه بتنفيذ أي هجوم ضد الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل بل إن زعيم الحزب حسن نصر الله أعلن بالفعل انتهاء كل التدابير والاستنفارات العسكرية الاستثنائية بعد توقيع الاتفاق وبحسب المحللين فإن تطور الدور الإقليمي لحزب الله اللبناني وتحوله من حركة مقاومة اللبنانية إلى ذراع ميليشيوي لإيران في المنطقة يبدو أن له بالغ الأثر فيما يجري إذ أن فكرة التعايش مع الكيان الصهيوني عبر هدنة طويلة الأمد باتت مطروحة بقوة في سياق الملفات التي تتنافس فيها إيران مع الولايات المتحدة في المنطقة من هنا فإن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ربما يكون مقدمة لاتفاقات أخرى تضم لبنان إلى قائمة المطبعين ولو كان ذلك بحكم الأمر الواقع المتأزم اقتصاديا وسياسيا وبحكم الضرورات التي بالطبع ستبيح المحظورات